السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نحو شهر حالة من الذهول في الشارع الامريكي وبين افراد عائلتها تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتها بشريك حياتها المستقبلي فقد ارسلت مذيعة الاخبار في ولاية ويسكونسين رسالة نصية الى خطيبها قبل ان تطلق النار على نفسها الم لا يحتمل وقبل ان تضغط على الزنادي ارسلت الشابة البالغة من العمر 27 عاما رسالة الى خطيبها كايل هاس قالت فيها احبك يا كايل بالرغم مما فعلته بي اسفة لانني سافعل ما علي فعله ولكنني لا استطيع تحمل الالم بعد الان هذا وجاءت وفاة المذيعة الامريكية قبل ست اسابيع فقط من زواجها من خطيبها كايل هاس وهو ابو مطلق لطفلين يكبرها باء 11 عاما علاقة غرامية اخرى فيما افادت معلومات بان خطيبها التي كانت على بعد اسابيع من الزواج منه كان قد خاض علاقة غرامية اخرى مما تسبب لها بالاكتئاب بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل امس الجمعة كذلك اكتدت التفاصيل ان علاقتهما على مدار عامين كانت مليئة بالمشاكل وتخللها الادمان على الكحول ممن ادى لتدهور حالة نينا النفسية وافادت انهاس 38 عاما انفصل عن باتشولكي قبل سبعة اسابيع من زفافهما وكان سافرا الى مينسوتا لزيارة والدته مع اطفاله من علاقة سابقة عندما تلقى الرسالة النصية المؤلمة يذكر ان مذيعة برنامج دابليو اي او دابليو في قناة نيوز تسعة انتحرت في السابع والعشرين من اغسطس الماضي في حادثة صدمت الشارع الاميركية وذلك بعد تسعون دقيقة فقط من شراء مسدس وذخيرة وثقا لتقرير الشرطة اشتركوا في القناة